بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فضل الصلاة على النبي لا يوجد له في أي عبادة مثل هذا الفضل يعني الرسول صلى الله عليه صلاة صلى الله عليه بقى عشرة وصلاة من الله واحدة بس تسعد فيها في الدرائل فما بال بقى عشر صلوات وقال من صلى علي عشرة صلى الله عليه بقى مئة عشان يؤكد أن المقصود المضع التضعيف وليس مجرد التكسير فقط ومن صلى علي مئة صلى علي ألفا فتصور أنت يعني ما فيش حد اللي بيجاهد في سبيل الله أو بيحارب أو اللي بيقرأ قرآن أو اللي بيبني جامع أو اللي بيكفل يتيم وكل دي أعمال جليلة ممكن تدخل إنسان للجنة لكن ما تحطش قدامها سواب مثل هذه السواب فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها بركة كثيرة يعني لمجرد ذكر الحبيب والعجيب إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الله وذكر الحبيب في أن واحد فهي القيام بحق الشهادتين في ذكر واحد يعني أنت بتبتدأ تقول اللهم ألي ذكر الله حتى أن بعض العلماء قالوا أن اللهم من أسماء الله اسم الله الأعظم يعني اختلفوا في اسم الله الأعظم كثير من العلماء قالوا أن اللهم اسم الله الأعظم فبتبدأ باسم الله الأعظم ثم رمى ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليمه المفروض أننا نقول أصلي وأسلم صحيح لكن لأن لا يعلم قدره إلا مولاه فأنت فوضت الأمر الصلاة لله ليصلي عليه لأنه هو الذي يعلم قدره تقول اللهم صلي أنا شكرا أنا أفضل أن الواحد لما ييجي مثلا حتى في خطبة جمع ما يقولش وأصلي وأسلم على رسول الله يعني الأفضل يقول اللهم صلي وسلم لأن أنت بتصلي على قدرك لكن الله يصلي على قدره وعلى قدر معرفته بحب العظيم صلى الله عليه وسلم